لقاء خيمت على أجوائه مشاعر الحب والأخوة بين الأمين العام للعتبة الكاظمية المقدسة وأبناء مدينته الكرام من وجهاء ومشايخ وفضلاء مدينة الكاظمية المقدسة وتنول هذا اللقاء جوانب عديدة للنهوض بواقع المدينة العظيمة أصبح لزاما على الأمانات العامة للعتبات المقدسة من موقع مسؤوليتها توفير مساحات عبادية لاستيعاب الأعداد الوافدة فضلاً عن تأهيل الصحون الشريفة بما يتلاءم وراحة الزائرين الكرام لضمان سيابية الحركة في المداخل والمخارج وهذا كله يحتاج إلى أيدي عاملة في الأقسام الخدمية لأجل ذلك ومنذ استلام مسؤولية الأمانة العامة قبل ثلاث سنوات واستكمالاً للجهود التي بذلتها الأمانات العامة السابقة الكريمة والإنجازات التي حققتها باشرنا بأول خطوة باتجاه تأهيل وتطوير الخدمات وهي زيادة أعداد العاملين لتغطية احتياجات الزائرين وتقديم خدمات تريق بالمكان الطاهر على جميع الأصعدة يقابلها بالتوازي تجهيز تلك الأقسام بالمعدات الحديثة والأجهزة المتطورة والآليات المناسبة لرفع مستوى الخدمات والنهوض بالمهارات المختلفة وتطوير القابليات مقيمة في مساء هذا اليوم اجتماع موسع مع وجهاء ومشايخ وفضلاء مدينة الكاظمية المقدسة وكان هذا الاجتماع مهم جدا خصوصا بعد انتهاء زيارة الأربعين على خير ورجوع الزائرين سالمين غالمين إلى أوطانهم لله الحمد تعالى تم من خلال هذا الاجتماع المبارك طرح ما قدمته العتبة الكاظمية المقدسة خلال زيارة الأربعين من جهود استثنائية بجميع ملاكاتها في الحقيقة على مدار 12 يوم وكذلك بيان أهمية هذا اللقاء من قبل جناب السيد الأمين استماع على كافة المقترحات والتعليقات وما يدور في أذهانهم وما يصب في مصلحة المدينة المقدسة والعتبة الكاظمية المقدسة استمعنا لجميع هذه المقترحات برحابة الصدر وعرب الشيوخ والسادة والفضلاء الكرام عن سعادتهم بهذه الجلسة المباركة التي بادر بها الأمين العام للعتبة الكاظمية المقدسة الدكتور حيدر الشمري وكان لقاءا مثمرا على جميع الأصعدة اجتماع مثمر وإيجابي كان برعاية السيد الأمين والعتبة الكاظمية فبالتالي مخرجات إيجابية كانت كل هذه المخرجات تفضي بإخراج الزيارة بصورة جميلة جذري الزيارة كانت كثيفة ليس على عدد المتوقع فوق المتوقع ربما كان هناك تلكه لكن لا يوجد تقصير من أجل تفادي هذا التقصير بسنوات القادمة السيد الأمين جمع أصحاب المواكب وجمع وجهاء الكاظمية ومن ثم اقترحنا أيضا أن يكون هذا اجتماع دوري من أجل مناقشة أوضاع الكاظمية الخدمية الكاظمية تذري مدينة تستقطب الزائرين يعني إذا هي نفوسة 100 بالليل والصباح 400-500 فيحتاج إلى خدمات إن شاء الله العتبة يكون إنها دور في تقديم الخدمات اجتماع كان مثمر وجميل وآراء كانت جيدة وبناءة واقتراحات الناس الحضور اللي مدعوين كانت جيدة وإن شاء الله نطلع بنتيجة إن شاء الله وجود أمين العتبة أستاذ حيدر وأستاذ سعد إن شاء الله نطلع بنتيجة وأمرهم شورى بينهم من هذه الكلمات القدسية يتخذ منها خدم الإمامين الجوادين عليهم السلام منهاجا للتطور والتقدم لرفع اسم المدينة عاليا التي احتضنت أجساد سادتهم ومواليهم لبرنامج هنا الكاظمية علي أركان الصحاف